بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي موجودين دلوقتي وشايفيننا من خلال هذا الفيديو النهاردة نتكلم عن توقعات لما يكفي غير الكذا دولة عربية وهنبدأ اول دولة معنا سوريا وان شاء الله لو الوقت ما كفاش هتلاقوا بقية الدول في فيديوهات قادمة وليه سوريا اول دولة هنتكلم عنها النهاردة بمناسبة نجاح الرئيس بشار الاسد في ولاية ربعة لدولة سوريا الشقيقة اه وايضا اه بنسبة خوالي 95% هتكلم النهاردة عن سوريا وعن حالها فيما بعد عن طريق توقعات الها مايك في غالي اولا قال ان الامال المبنية على الحكومة هتصمر بنجاح وان الاختيار صح والحكومة صح والشعب سيشعر بالانجازات فيما بعد ولو حتى بيعني الانجازات دي مش هنقول انجازات كبيرة جدا او هتغير من حال موجود حاليا لكن هبتدوا يحسوا يعني الدنيا بدأت تتحسن تدريجية اه وايضا نتكلم ان ممكن سوريا تشهد تعديل في الدستور ولكن ذلك التعديل لا يمس صلاحيات رئيس الجمهورية بتاتا وفيه كوارث طبيعية عمتا ستشهدها المنطقة منها سوريا ولبنان وفلسطين وجزء من الاردن بالاضافة الى الكوارث المناخية اللي هتشهدها للأسف مصر والقاهرة وعمتا كل تلات شهور في اي سنة في العالم بنشهد كرسة مناخية كبيرة بتتدول في العالم كله او على صعيد الكرة الارضية مش بس الدول العربية ام متا كل تلات شهور بنلاقي كرسة مناخية في جزء من العالم اه ده كان كلامه عن سوريا بالنسبة للبنان قال انا ضد حكومة طائفية للبنان انا لبنان محتاجة لحكومة اكثرية ده معنى اللي تنجح فيه الانتخابات هي اللي تبقى المسؤولة عن الحكومة ويبقى فيه اكتر من رأيه لان لو ايم على الطواف محدش هيديني التاني لان كل واحد وياخد حقه اه تاني توقع قال مفيش غير سعد الحريدي هيشكل للحكومة وفيه اسماء سياسية ستعود للوجهة المظاهرات تعود الى لبنان بقوة وايضا يقابلها عودة للارهاب الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة او اسرائيل ستشهد توطر ممكن روسيا تقوم بقاعدة ببناء قاعدة عسكرية لحماية منشأتها الموجودة في لبنان وخصوصا النفط عودة 90% او قسم كبير من الجالية السورية داخل لبنان الى ارضهم اه وده بسبب ان فيه قانون للتجنيد والاستدعاء اه هيتم اه اضافته للدستور عشان كده قلنا اه هيتم عبارة عن تعديل للدستور منها قانون التجنيد والاستدعاء وقانون عفو عمتا داخل سوريا عشان ده يشجع الناس انها ترجع بلدها تاني الجيش اللبناني يدخل المخيمات ولكن هناك ولادة جديدة وتغيير الافضل داخل تلك المخيمات وفيه عفو عن رجال سياسة ورجال دين داخل لبنان وفيه ان الحكومة الاتية للأسف هتكون عمرها اقصر من الفترة اللي اخدتها في تشكلها زي ما انتو شايفين لغاية دلوقتي من سنة 2020 الى حد يومنا هذا والحكومة عمالة تتشكل حكومة سعد الحريري المفروض ولغاية دلوقتي ما تشكلتش فوق ده وقت كبير جدا فبيقول مايك فغالي ان الحكومة اللي اخدتها في التشكيل اكتر من انها هتوعد فيها يعني هي تبقى عمرها قصير وبرغم عمرها قصير ده لكن هتبقى ناجحة جدا وتصمر بنجاح كبير وتضع الاساسات اللي هتمشي عليها الحكومة اللي بعد كده يعني الحكومة دي مهمة جدا برغم عمرها القصير وبيقول كمان فيه درايب غير مباشرة هتتحطى على اللبنانيين وده هيخليهم بعد فترة هيحسوا بيها طبعا بعد فترة وده هيخلق تحرك في الشارع وهيندس في وسطهم تحركات غريبة وعجيبة تابعة لأشخاص أو أحزاب هتسرهم وتغضبهم وتخليهم أقصر ضروة وده هيخليهم غاضبين وخليهم يفعلوا بعض الخراب داخل لبنان ولكن هتتدخل قوة الأمنية والجيش للتهدئة والموضوع هيخلص ان شاء الله على خير بالنسبة للسيد حسن نصر الله بيقول كلمتين فقط انه شرف العرب بكده نكون انتهينا من دولتين النهاردة هما سوريا ولبنان ولكن استنونا ان شاء الله في فيديو جاي عن بقية الدول العربية وتوقعاته ليهم خلال المراحل القادمة متنسوش تشتركوا لو لسه مشتركتوش معانا هتلاقوا زرار الاشتراك الأحمر أو السبسكرايب دوسوا عليه وفعلوا الجرس علشان تتابعونا في الفيديوهات اللي بتنزل ولو أعجبكم الفيديو ياريت تعملوا شير ولايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وعامتا أنا حابة أشكر الناس اللي دايما بتتبعنا وبتكتب تعليقاتها أسفل الفيديو لأن رأيهم على راسي من فوق برغم أن بعض أراءهم بتكون سلبية وبتصل إلى حد السب والشتم لكن الواحد بيزعل أيوة لكن رأيهم ويحترم واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية هشكر دلوقتي أسماء الناس هشكرهم من أسماء المتابعين والأسماء الجدد اللي كتبوا تعليقاتهم وطبعا الناس اللي كتبوا التعليقات كان على فيديو ليلة عبداللطيف اللي كنا منزلينه عن الفيروس الخطير أو فيروس الموت من دمن الأسماء اللي كانت كتبة تعليقات معنا الأستاذة مية علي دي من المتابعين الدائمين عندنا وبتكتب على طول تعليقاتها وأيضا ماريا جوليا سعيد وكاهينة ماشري وعامر الأموي بقى يكتب عندنا على طول وحوش استكاك فايزة من الجزائر طبعين معنا الدائمين وخالد بن كاركوك طهل خوالدة زينو مغزي حسين يوسف تاج غزل ومعنا كمان من الناس اللي بتكتب على القناة أمه أيمن وناصر الزيادي والأستاذ بالقاسم أحمد من تونس أهلا بحضرتك من المتابعين الدائمين عبد يوسري غزالة محمد هالة عزيز فتحية هاني ماري منذر ريم العمرية أمل أمل الجبورية مونير برايت طالين أو تالين دكتور دادو طاهر جليل غصق الدجة المحمدي عبدالله محمد سلمة أو سليمة سالي وكارمن كراميلا دايما بتكتب معنا من المتابعين الدائمين في القناة رودا زودا طابل اكس والأمل الخليج دايما أيضا مشرفون على طول بتعليقاتها أو بتعليقاته فاطيمة علي حسين نجية أمونة عاصم المصري وفداء نصير ووفاء خديجة ونعيمة بالماري وناني محمد وأيضا معانا كمان زكاري بن جمين وآدم سرج أو سراج آدم سراج وأكاونت الغريب الغريب أختنا من العراق اللي بتكتب دايما معانا في القناة ونوال ومن كل بحر قطرة وبرنامج أمواج مصرية وأكاونت باسم اتش جي اتش اتش برضو بيكتب عندنا على طول ولابليج وبرنامج أمواج مصري نور علي هاري بيتر يونيكورن فان كول حسون العامر فيفا أنا وأيضا معانا حليمة رسان والأستاذة مانال فرج متابعتنا أيضا من زمان ومينة ميميتا ونصير وفاطيمة عمان أو عثمان لوردس شاكر ميرفت أيوب ومعانا كمان حنان عبيب وقيس المزعل ومليكة وجنج وعمدي واستي دالس من المتابعين معانا عم أعتقد الأستاذة أسماء أهلا بحضرتك وعمر جي جي برضو بيكتب عندنا على طول وموديع من اليمن أستاذتنا وحبيبتنا اللي بتكتب عندنا وحليم شيف دي سيرفز كان من المتابعين اللي دايما بيكتب عندنا ومدهون سيهام وأكاونت باسم محمد رسول الله وأيباد ويوا وسيهام إبراهيم وعزرتي وعلي الفوزي وتوتي وأسماء وأماني وصادق زعيم بيكتب معانا على طول وكمان أم باسل ومينة كابلوي وميامي وصوها وفريدم فريمان وسلام الشريف وأكاونت باسم الورشة المنزلية عدي العراقي وأيضا كريم كريم وده عدل حسن بكده أنا أكون انتهيت من كل الأسماء اللي كتبت تعليقات على الفيديو أنا عارفة أنا طولت عليكم وقلت أسماء كتير بس أنا كنت أحب أشكرهم وأذكرهم في القناة لأن من وقبي كل فترة أن أنا أذكر الأسماء اللي كتبت تعليقاتها على فيديو معين داخل القناة ولو ما تفرقتوش على الفيديو ياريت تتفرجوا عليه موجود شكرا على متابعتكم الدائمة لينا وده شرف لينا وفخر إن عندنا متابعين كتير جدا من كل حتة في الدول العربية بتتفرج علينا على قناة مساء الأكبار إن شاء الله أشوفكم بخير في فيديوهات أكتر على القناة